من برد الوطن إلى برد اللجوء حيث تتوقف الأحلام عند نقطة التجمد بيلاروسيا المحطة ما قبل الأخيرة للوصول إلى أوروبا دونت أكثر القصص مأساوية في حياة اللاجئين العراقيين أمراض وبرد وصراع من أجل البقاء بعد أن أوصدت أبواب أوروبا أمام اللاجئين وأصبحوا ضحية المناكفات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وبلاروسيا انتفت الحلول وتلشت الآمال فكان لابد من العودة المكرهة إلى البلاد التي فروا من جحيم ساستها فمنهم من عاد حاملا معه مأساة رحلة اللجوء ومنهم من عاد محمولا على الأكتاف بعد أن مات بسبب البرد والتعذيب والأمراض لحظات الرعب التي عاشها اللاجئون في بلاروسيا لا يمكن وصفها وخصوصا في الأماكن التي لا يسمح للصحفيين الاقتراب منها العائدون إلى مطار أربيل لا يشكلون سوى نسبة صغيرة من آلاف العراقيين الذين ما زالوا عالقين على حدود الاتحاد الأوروبي ويعانون أضعاف ما كشف عنه شهود رحلة اللجوء المأساوية بعض هؤلاء اللاجئين يفضلون البقاء في ظروفهم القاسية على العودة إلى البلاد إذ أن الأوضاع المزرية في العراق هي من أجبرتهم على المضي بدرب الهجرة الخطير هربا من الواقع المظلم هذه العبارة تختصر الحكاية فكيف للاجئ العائد إلى الوطن أن يفصح عن دوافع هجرته فلو كان يملك حرية الكلام في بلده لما غادرها مجبرا ترجمة نانسي قنقر